بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام هذه الحلقة الثالثة عشرة من برنامجكم اليومي لعلكم تتفكروا نتحدث في هذا اليوم عن التكرار في كتاب الله عز وجل هذا التكرار في القرآن ظاهرة ملموسة وإن اختلف الباحثون في مصطلحه فبعض العلماء بعض الباحثين يرى أن ما في القرآن ليس تكرارا ولكن الخلاف خلاف لفظي خلاف اصطلاحي فلابد أن نعترف أن هناك أمورا تعدد الحديث عنها في كتاب الله عز وجل قد يكون هذا الحديث متنوعا وهي الغالب وهي الغالبة وقد يكون العبارة نفسها متكررة في كتاب الله عز وجل المهم هناك نوع من التكرار غير موجود في كتاب الله عز وجل التكرار الممل الذي يكتشف السامع فيفر ذهنه منه كقول الشاعر مثلا لا أرى الموت يسبق الموت شيئا نغص الموت ذا الغنى والفقيرة لا أرى الموت يسبق الموت شيئا نغص الموت ذا الغنى والفقيرة هذا المعنى هذا الأسلوب ليس في كتاب الله عز وجل بل إن القارئ المتأمل للقرآن قد لا يحس بالتكرار أصلا إلا إذا تأمل قد تمر به المعاني التي في حقيقتها مكررة ولا يشعر بها لأنها دخلت إليه منسابة بأسلوب سلس حلو لذيذ لا يستطيع الإنسان لا تند عنه الأذهان ولا الأسماء فهذا النوع في كتاب الله عز وجل موجود لكن هذا التكرار يقسم إلى قسمين أساسيا تكرار في المعاني وتكرار في المباني أي الألفار التكرار في المعاني كثير وهو من مقتضيات قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني بمعنى أن المواضع فيه تثنى ومن خصائصه أن هذه المواضيع وهذه مسألة مهمة جدا أن هذه المواضيع إذا تكرر الحديث عنها غالبا ما يكون في كل موطن ما ليس في الموطن الآخر من زيادة أو شرح أو تفسير أو بيان أو إضاح سواء كان ذلك في قصص القرآن المتكررة جدا قصة موسى تكررت في كثير من السور وغالبا ما تجد في كل سورة خصائص لها لم تتكرر في السورة الأخرى بعض المحتويات من القصة لم تتكرر في أي موضع موضوعات ولادة موسى لم تذكر إلا في سورة القصص مثلا موضوعات قصة وروده ماء مدينة ووجوده عند المنهل عند الماء لم تذكر إلا في هذه السورة مثلا هناك قصص تتكرر ولكن في كل مرة يذكر منها طرف لم يذكر في مكان آخر هذا ليس خاصا بالقصص تذكر الأحكام كذلك فيتكرر الحكم أو الحديث عن الكلام عن الحكم أو عن المسألة ولكن نجد له ضوابط هنا نجد له تعميما هنا نجد له تخصصا هنا نجد له إطلاقا هنا نجد له تقييدا هنا هذا كثير في كتاب الله عز وجل التكرار من حيث المعنى ولكنه في الغالب من باب توضيح لا يكون بالألفاظ نفسها وإنما يكون بالمضامين زيادة في مكان وإضاح في مكان آخر وغيره أما تكرار الألفاظ تكرار الألفاظ يقع تحت ما يسميه علماء القرآن بالمتشابه المتشابه اللفظي وهذا باب عظيم وواسع وهو باب من أبواب إعجاز القرآن تأملوه كثيرا تأمله علماء الإسلام كثيرا وأفردوه بالتأليف وأبدوا فيه أمورا غاية في الدقة وغاية في الجمال والمتدبر إذا كشفه استفاد فائدة عظيمة استفاد أمرا عظيما مما سمعت من شيخنا الشيخ محمد الحسن والددو مثلا ماذا قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على وهرها من داب مثلا هذا تكرر لكن هنا قال بظلمهم وهنا قال على وهرها فلم يتكرر الضاء في الموضعين مثلا هذا كثير أنف علماء الإسلام في الفوارق اللفظية في المواضع لماذا قال فانبجست منه 12 عينا وقال فانفجرت منه 12 عينا في موضع لماذا قال فاكنوا منها وقال مرة وكنوا منها لماذا قال وتستخرجون منه حلية تلبسونها وتستخرجون حلية تلبسونها بحث علماء الإسلام هذا ومن أول من ألف فيه الخطيب الإسكافي في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل وجاء بعده وأحسن وأجمل شيخنا في إجازة القرآن في أسانيد القرآن أبو جعفر بن الزبير الغرناطي في كتابه العظيم ملاك التأويل ملاك التأويل قال إنه وضع كتابا إسكافي جانبا ولم ينظر فيه حتى تأمل هو فيتأمل هو ثم يفتح الله عليه ثم ينظر بعد ذلك فيكتب ما فتح الله عليه ثم ينظر فيما كتبه الإسكافي ووضع علامة لما زاده هو على الإسكافي وما استدركه عليه هناك أيضا كتاب لابن جماعة أيضا في هذا الموضوع هناك لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن كل هذه الكتب وغيرها تعتني بالمتشابه اللفظي وتشرحه وتبدي فيه أسرارا تعبيرية وتبدي فيه تعليلات لهذه التعبيرات تعين الحافظة من جهة وتعين المتدبر أكثر تعين الحافظ وتعين المتدبر لأنه يفهم الأسرار المتصلة بهذا السياق فيعرف أن هذا السياق لا يناسبه إلا هذا فيزداد فهما ويزداد حفظا ويعينه ذلك على تأمل القرآن وفهمه وحفظه أما التكرار الخالي عن فائدة فإنه غير موجود في القرآن حتى قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن وقد تكررت ثلاثين مرة أو إحدى وثلاثين مرة فإن علماء التفسير نظروا في كل آية من هذه الآيات وربطوها بما قبلها وبما بعدها فوجدوا أنها لا يمكن الاستغناء عنها وهكذا فيما تكرر من ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات وغيرها من الآيات التي تكررت في سياقات أخرى متعددة فإن علماء الإسلام ينظرون إليها ويكشفون فيها أمورا عجيبة إذا تأملها الإنسان وفهم ما قالوه فيها وعرف ما ذكره فيها ازداد إيمانا وازداد علما وازداد هذا القرآن في ذهنه اتساعا وازداد له فهما وتأملا وحلاوة وعرف خصائص هذا القرآن واستفاد منها أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يغفر لنا أجمعين وأن يجعلنا للقرآن متدبرين وله تالين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة